السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى وسلم بكم معكم محمد علي حلقة جديدة على مؤثر والتقنية. المفروض ان الموقع استثماري برضو من ضمن الموقع اللي بيتم شرحها على الانترنت. والناس بتتكلم عليها والناس بتتبعث لي هل اشترك ولا بلاش. طيب اه مبدئيا الموقع انا هتكلم فيه تلات نقط سريعا عشان خاطر فيه ناس بتبقى يعني ايه الوقت من زهب. فاحنا خلينا اول حاجة نشوف تاريخ الموقع الدومين وما الى زلك. هتلاقي حضرتك هنا انه هو الموقع من الفين واحد وعشرين سبعمين ثمانية وتلاتين يوم. في الفين اتنين وعشرين خمس وعشرين ستة. طبعا ان التاريخ ده احنا قلنا مش معنى ان الموقع يبقى قديم انك تخش على طول فيه. لازم تتأكد الموقع كان شكله ايه او بيعمل ايه. طيب اتأكد ازاي تيجي حضرتك هنا بسهولة على الموقع انه هو وبارشف احنا فتحنا تاريخ ستتاشر الفين اتنين وعشرين مارس لان يعني تم اغلاق الحساب عشان في مشكلة ولكن اتصل ببروفيدر اللي هو الشخص المسؤول عن الموقع. طبعا هنا هو عشان نبقى فاهمين ايه يعني معنى انه هو لالف سنة اه لالف يوم الفين يوم مش معنى كده انك تجري وتقول اه ده هيبقى الموقع موصوق وشغال من زمان. لا الدومين هو اللي قديم وفيه حد اشتراه وتم تجديد الموقع الموقع اللي انت بتشوفه قدامك اللي هو موقع لساس مار ده. طيب دي النقط رقم واحد. نيجي للنقطة بعد كده الموقع نفسه. لما تنزع الموقع نفسه سكريبت برضه من ابو شرن. مش هنقول ابو شرن عشان الناس ما تنزع لش. سكريبت ما تفعه فيه مبلغ اين كان. وكالعادة بيعملوا دماغ الناس. انهم بيشتغلوا ارقام ادي ارقام تليفونات موجودة في دبي. وادي بالاسم. فيها عندك كمان في انجلترا. وفي الادمن وكل حاجة كنا زي الفل. طبعا جوجل بليل لما تضعها لليه ما فيش اصلا لهم اي حاجة. لما تيجي تشوف الداتا هنا يعني تيجي تقول مسلا. اه اه مش عارف تريدر لأ مين اخر واحد سحب مفيش اي داتا بتحدث لو ايه اعديها ويعني ايه ونصل بعضيها. طيب نيجي هنا اكتف اكاونت طب. 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 اكاونت. اللي هو اللي هو اللي الدفع اللي الدفع اربعة تريف تبنو مائة وتسعين. طيب نيجي بقى لكلام الجميل اللي هو البيزنس موديل. هما شغالين فيه مش كاتبين هيقولوا بقى في تداول في تعريب السلامون في ديل القطة مش مشكلتنا احنا خلينا فيه نسب الارباح. طبعا خمسة وعشرين في الماء من اه اه بتاعك هتاخده خلال اربعة وعشرين ساعة. وده شامل رأس الماء. يعني حضرتك هتخط مثلا هنا وبقول لك المان مئتين دولار هتخط مئتين دولار تاخدهم بعد اربعة وعشرين ساعة تاخدهم اه خمسة وعشرين في الماء نحواني خمسين دولار هتاخدهم مئتين وخمسين دولار. طبعا لا تقول لي بقى تجارة ادوية ولا تجارة اه تشيش ولا تجارة اه مخدات يعني ايه دي من الاخر. حاجة كده ايه عنب. هتخط طبعا الفين دولار. اها اللوه اعلم بقى هتاخد ايه. مش هزيطي لك هتاخد ايه. تلات ايام هنا اوفر تلات ايام هتاخد ثمية. الفين وخمس ومين دولار. مش عارفيه. ايش عارفيه. طبعا الخطط دي في المهلبية والطعمية. انت لو شغال بتنقف الدهب مش هتطلع الاربعة دي. يعني انت لو هتاخد مني الفين دولار. ويتطلحهم لمسالا هنا هو آآ اه هتاخد مني الفين وخمس مين دولار واتجيب لي تمامين في المية بعد ثلاثة ايام ده انت لو بتنقف الدهب مش هتجيب لي الارباح دي. فمفيش طبعا الكلام الفاضل ده لا هنا ولا هنا ولا هنا. ده موقع حالما انتيشي تفتيشي. آآ هتخش ممكن بعشر دولار ولا حاجة هنا عشان تجرب يوم ودفعلك. فجنابك تطمن وتاخد الامان وتقوم داخل بقى بالدخلة التانية. يقول لك آآ نشكرك بنحص نعوانكم معنا وادو لك آآ كارت الاحمر بالموقع. طبعا احنا تاني عشان خاطر الناس ما بتقتنعش وعندها دايما بتعلق املها في انها هتكسب كل احلام هتتحقق وهتسافر وهتتجوز وهتعمل ومش عارفين. خليك على ارض الواقع عشان ما تلبس في الحيط. الناس بتستغل طبعا وحكت الناس عشان خاطر تغريك يعني الفلوس اللي انت تابت فيها ما حصلت عليها في الدنيا عشان خاطر تحلم وتخط فلوسك معهم. بعد ما تخط فلوسك معهم ابقى يا بني لو عرفت انك تطلع بفلوسك تاني. المواقع اللي زي كده ارجوكم بلاش انكم تخشوا فيها لانها مش امنة. واللي بيشرح مواقع بالطريقة دي دي ناس عايزة اه تلبسكم في الحيط. لهم فاهمين يعني مراجعة موقع ولا انه يتأكد من الموقع السليم ولا لا ولا بيفهموا يعني ايه بزنس مودل ولا بيفهموا اي حاجة غير انهم يقول لك الموقع ده خش وتها هتبقى زي الفل. وبعد ما تخش وتبقى زي الفل بعد كده ما حصل خيار يقول لك لا انا مقلت يعني ايه مش برا عني. انت المفروض تتأكد حضرتك على قد ما تقدر انا مش بقول لك ان كلنا بنغلط وكلنا ما فيش يعني مغسل يعني بقول لك ايه مغسل وضامن جنة. حضرتك تبقى متأكد ان الموقع بتاعه سليم. الموقع شركتها من الوراها. فيه ترخيص في اي حاجة تخليك توقف على رجلك. وحتى لو فيه ترخيص البيزنس مودل زي ما قلت لك انا النهاردة واحد بيعد عليها. قابله في الشارع اقول له والله يديني يا ده انا هتطلع لك الدهب من الشاي. وانت تسدق وتديني الفلوس. يبقى معلش انت رجل عبيض. لو واحد قال لك اي كلام انا هديني الفلوس وهديك مش عرف تمانين في المائة في ثلاثة يام مبتعي. بقى معلش انت تستهل للي جرونك. فتاني ابعدوا عن مثل هذه المواقع والناس اللي بتشرحها ارجوكم اتعلموا ازاي انكم تشوفوا المواقع تقيموها صحة عشان ما تلبسوش الناس وراءكم. الناس بتخش وبتضمن كلامكم وبعد كده لما بيحصل حاجة بتفتقدوا المصدقية. شوفكم ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.